كيف تطورت الأمور بعد ذلك؟ تطورت الأمور بإجازة البرلمان المعين يعني أوعز البشير إلى البرلمان بالضبط كده وأجيز غانون الدعم السريع ما سمي بغانون الدعم السريع بالإجماع يا سلام ومن هنا استغرت هذه المليشيا داخل العاصمة وتم إلحاقها بالقوات المسلحة لو جرينا شوية الناس بتتساءل بيتصوروا كما لو كانوا هؤلاء قادمين من أماكن أخرى وأنهم عشان يوصلوا مثلا لمقر القيادة دونها الأهوال ده هم موجودين في مقر القيادة منذ زمن عكم عمر البشير كانوا موجودين في القيادة لأنه استعان بهم عمر البشير حمايته بهذه المليشيا وأتبعت ألحقت بالقوات المسلحة أصبحت جزء من القوات المسلحة لكنها تأتمر بأمر رئاسة الجمهورية ومن هنا بدأ التسليح النوعي والتدريب النوعي ألحق الكثير من ضباط القوات المسلحة بمليشيا الدعم السريع طبعا هم اسموها قوات الدعم السريع في القانون يعني اسمه قانون قوات الدعم السريع وتم تدريبهم تدريبا جيدا في عام 2017 أوعز الرئيس السابق عمر البشير للبرلمان بسن قانون لهذه المليشيا وطلق عليه قانون الدعم السريع قانون مخصوص أيوة وهو قد كده كان يعني عايز يعتمد أو يعني عنده خطط بالنسبة لهذه المليشيا طبعا طبعا هو كان يريد لها أن تحميه من الإنجل أما قالك حمايتي بقى وقد أجيز هذا الغانون بالإجماع طبعا لأنه من جانب الغانون مؤتمر الوطني والبرلمان معين